عندهم 21 سنة أو أكبر منك بشوية وتحت منك تنصحهم بإيه يعني أول نصيحة تنصحهم بها إيه هو ما فيه نصحتين يعني أول نصيحة أنه موضوع البنات ده عامل مشكلة كبيرة للجيل بتاعنا صحيح مشكلة كبيرة جدا بسبب موضوع بيلهيك عن وقتك بيلهيك عن صلاتك بيلهيك عن حاجات كتير أنت مش مش يخب بالك منها حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث لي بيقولك سلسلة غيرن القرآن الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النهاردة نموذة كواس جدا إمام للناس في مشهور القرآن وشاب ما شاء الله يعني هيكلمنا النهاردة عن حياته مع القرآن وهينصح الشباب اللي أدوا نصيح مهمة جدا فلازم يعني كلنا نركز عشان نستفاد لنتعرف على الأول اسمك؟ براهيم سمير عندها كم سنة شخ براهيم 21 سنة ما شاء الله يعني في بداية شبابك هوت وفرعان شباب وعشان برضو إحنا بنتكلم إن إحنا جايبين الناس كلها تحت التلاتين سنة عشان ما حقدش بقى لي حجة ما شاء الله فقلنا كده في صورة ايه؟ في صورة الماء ده إن شاء الله بإذن الله ربنا هيثبتك وإن شاء الله إن شاء الله هتختم قريب دلوقتي النصيح اللي تنصح بها الشباب اللي في سنك اللي هم عندهم 21 سنة أو أكبر منك بشوية وتحت منك تنصحهم بإيه يعني؟ أول نصيحة تنصحهم بها إيه؟ هو ما في نصيحتين يعني أول نصيحة إن هو موضوع البنات ده عامل مشكلة كبيرة للجيل بتاعنا صحيح مشكلة كبيرة جداً بسبب موضوع بيلهيك عن وقتك بيلهيك عن صلاتك بيلهيك عن حاجات كتير أنت مش مش يخبه لك منها حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث لي بيقولك ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وإنه عمل فتنة النساء النبس الله صلى الله عليه وسلم نبه منه وحذر وفي آية برضو من الآية اللي بتأثر فيها يعني اللي هي في سورة النساء زوياً للناس يحب الشهواتي من النساء وقال الله سبحانه وتعالى والبناء والقناطير المكنطراتي من الذهب والفضلتي والخير المثومات والأنعامي والحرف ذلك كما تقول حدثنا الله عنده حصن المقاب نعم ربنا سبحانه وتعالى عنده حصن المقاب وخلي بالك الجزئية هنا الجزئية هنا محتاج علاج إيه علاج لحادة البنات أو أنت حاولت تعالجها إزاي؟ هو العلاج المفروض على كلام سيدنا محمد أنه أول حاجة بالزواج لو ما عندكش مقدرة في الزواج الصوم نعم قال صلى الله عليه وسلم يا معشرى الشبابي من استطعمك والباقة فليتزوج فأنه غض البصري وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فأنه لو جاء صحيح يبقى عندك الصوم وعندك الزواج ايه تاني؟ الوقت الفاضي ما هو الوقت الفاضي اللي بيجيب كل المشاكل في الوقت الفاضي لازم أنت تشوف له حل تشوف له حل بقية شغلك دراستك لازم أنت يكون عندك يتمين بحاجة غير الحاجة التفهة التانية صحيح وربنا سبحانه وتعالى قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغت وإلى ربك فرغت صحيح وفيه أحد السلف قال وعلماء النفس عمتها قالوا النفس إلا أنت شغلها بالحق شغلتك بالباطل يعني النفس ده عملا زيك بمية لو ما ملتهاش لبن هتملأ هواة هتملأ خمر كويس جدا وإيه تاني علاج يعني غير الزواج وغير الصوم وغير يعني يملأ الوقت في حاجة تالت ربعة أكيد يعني لازم الواحد يغض بصر برضه صحيح كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فرجهم وبرضه تكلم عن النساء برضه وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظنا فرجهم صحيح يعني يبقى هو لازم يخلي باله إن هو الأربعة حاجات دي مهمين جدا يعني إيه الزواج والصوم وهملأ وقته وهو يغض بصره لأنه طول ما هو مشغول بالكلام ده هكيده يقع فيه كواس جدا تحب تنصحهم نصيحة تانية أنت قلت عندي نصيحتين فأنت قلت الأولى في التانية يعني تحب تنصحهم بإيه تاني أكيد يعني النت والسوشيال ميديا ده مشكلة للكبار والصغيرين في النعظم الوقت ده إن كل السوشيال ميديا أصلا ومبرمجة إن أنت تبقى مدمن عليها فدي حاجة أنت ممكن يعني بتحصل معنا شخصيا الأول كنت ممكن أعطى 3-4 ساعات كده على النت أو الفيس أو النت ما أعملش أي حاجة كده لكن بعض أقلب ما أعملش أي حاجة مفيدة وإنت ممكن تعمل حاجات كتير ممكن تعمل حاجات كتير أوي يعني ممكن خلس كتاب في 4 ساعات ممكن أعود أقرأ 15 صفحة رجاحهم ومعفزهم في حاجات كتير أوي ممكن تعملها يعني مفيدة عن كده صحيح طب حياتك بقى إحنا بنتكلم على حياتك حياتك قبل القرآن وحياتك بعد القرآن يعني إحنا غيراً القرآن يعني حياتك بايت عاملة إزاي بعد القرآن الحمد لله يعني كله عارف إن حياتنا قبل القرآن حاجة وحياتنا بعد القرآن حاجة وكل زمالي برضو اللي كانوا هنا قبل أياه عارفين كويس وكلنا هنأجمع إن كل واحد حياته قبل القرآن وبعيدة عن ربنا كانت سهية جداً ومليانة هم ومليانة مشاكل حتى لو مش مليانة هم أنت بتبقى مش مرتاح وبعد القرآن وبعد ما اتقرب من ربنا لازم لازم تبقى مرتاح البال كده حاجة من ربنا كده تعيش حياتك مرتاح البال وهدي مفيش أي مشكلة بتبقى مطمئن وفي سكينة جواك والله إجازك الله كل خير وربنا يا ربي ثبتك على طعاتي وأسأل الله سبحانه وتعالى أجعلنا من المقبولين وأنا بسق جداً باستضافتك النهاردة ودي يعني من الفيديوهات الجميلة أنا عملتها فكروا في كلامنا أنا بحبكم في الله